بالتزامن مع تحركات قيادات المجلس العسكري الانتقالي في كل من مصر والدول الخليجية أعلن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارضة الثلاثاء إضرابا عاما لمدة يومين يشارك فيه موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين القيادي في تحالف الحرية والتغيير صديق فاروق قال إن الإضراب لمدة يومين هو رسال رسالة واضحة للعالم بأن الشعب السوداني يريد تغييرا حقيقيا ولن يقبل بأن تظل السلطة في أيدي المجلس العسكري الذي تتهمه المعارضة بأنه أصبح قيادة سياسية وليس مجلسا انتقاليا موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة أعلنوا أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة استجابة لدعوة الإضراب العام كما أعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة الدخول في إضراب بالرغم من تباين المواقف داخل المعارضة حول هذه الدعوة فبينما رفض حزب الأمة القومي الإضراب ودعا إلى تجنب إجراءاته أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في تحالف الحرية والتغيير أنه سيشارك في الإضراب للتنديد بما وصفه تعنت المجلس العسكري من جهة أخرى لا يبدو المجلس العسكري مستعدا للرضوخ لمطالب قوى المعارضة الداعية للإضراب وإن أعلن عن تمهيد الأرضية لاستكمال المفاوضات معها نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو اتهم قوى الحرية والتغيير بالسعي إلى احتكار السلطة دون أن يكون لها الثقل والتفويض الجماهري مشيرا إلى وجود قوى تهندسه للفتنة في البلاد وتسعى للوقيع بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير وفق تعبيره دقلو قال إن دولا وقوى لم يسمها تقف مع من أسماهم خصوم المجلس العسكري مؤكدا أن باب التفاوض مع المعارضة مفتوح شرط أن تشارك في التفاوض كل مكونات الشعب السوداني ترجمة نانسي قنقر